نعم مساء اليوم أعلنت الخارجية الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قدم تعليمات للبعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة من أجل تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن الدولي من أجل عقد جلسة يتم من خلالها إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات ومخرجات جلسة المحكمة العدل الدولية وقد أكدت الجزائر بأن هذه الخطوة إيجابية وعبرت الخارجية عبر بيانها عن تجديدها لامتنانها وتقديرها لجهود جنوب إفريقيا خلال هذه المحاكمة وتقديمها دعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي كما قالت الخارجية الجزائرية بأن هذا المصار أبان عن وجاهة مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الذي كان أول رئيس دولة يطالب بالتوجه نحو الهيئات القانونية الدولية من أجل محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفوه بجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وقالت أيضا الخارجية الجزائرية بأن قرار المحكمة الدولية هو إعلان عن نهاية حقبة من الإفلات من العقاب من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي أين كانوا يرتكبون مجازر ضد المدنيين ومجازر وإبادات جماعية لكن دون عقاب كما أكدت الخارجية الجزائرية أيضا بأن اللجنة الدائمة قد باشرت مساء اليوم في عقد مشاورات من أجل التحذير لجلسة مجلس الأمن وللتذكير فقط فإن الجزائر تم انتخابها في يونيو الماضي كعضو غير دائم في مجلس الأمن وقد كانت بداية عهدتها من اليوم الأول للشهر الحالي وهي ممتدة لمدة عامين وقد حصلت على المقعد الرابع لإفريقيا في مجلس الأمن وتعتبر هي الدولة العربية الوحيدة الموجودة حاليا في مجلس الأمن كعضو غير دائم وقد أكدت الخارجية الجزائرية بأنها تتابع عن كتب جهود البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة من أجل تتويج هذا المصار الذي اعتبرته تاريخيا وهو إعلان لنهاية مرحلة اللاعقاب لقادة الاحتلال الإسرائيلي